أكدت وزيرة التخطيط وتعاون الدولي رانيا المشروط أن الدولة عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات لتحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات وخلال لقائها وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أكدت المشروط أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي مؤكدة تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية وأشارت إلى أن الحكومة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان ويحافظ الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية